اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان امتهت معظم امتحانات النقل للأسبوع اللي فات وكمان قربنا على امتحانات الشهادة الاعدادية وبعدها بإذن الله السنوية العامة ومعاهم طبعا بيتم اعلان حالة الطوارئ في كل البيوت المصرية والضغط بيزيد شوية على ولادنا اللي بيمتحنوا والسؤال هنا بقى زي نهاية ولادنا انهم يعدوا الامتحانات بامان وسلام من غير ضغط عليهم ضغط النفسي الحقيقة هو تراث شوية في البيوت المصرية مع الامتحانات الابهات والامهات بيمرسوه بشكل كبير على الولاد انا بيعمل خوفهم عليهم ومنقلقهم عليهم وعلى مستقبلهم لكن الحقيقة هو ضغط كبير عليهم في الامتحانات حنسأل الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية على كل هذه الاسئلة صباح الخير عليك يا دكتور منوارنا في صباح الخير الصباح الجميل دايما صباح خير عليك طيب احنا عندنا كده تراث في البيوت المصرية اكيد كلنا مرينا بمسألة الامتحانات دي وعارفين انه هالينا بيبقوا عندهم امال كبيرة في ولادهم ومنهم واطفال وعندهم كمان اعتقاد ان مسألة الامتحانات دي حياة او موت ومنقلين ده للاطفال بشكل كبير والحياة الموضوع صعب على طفل منه هو صغير انه يعيش القلق النفسي ده عشان يمتحان التعليم اعتقد انه اشمل من كده ازاي نغير الموروثات دي ونخلي الامهات تتغيرها شوية اعتقد الموضوع تغير دلوقتي كتير الامهات دلوقتي ينبقوش كده قوي بس لسه لا ده بقوا اكثر شوية تغيرها بقوا اكثر شوية لا لا فيه كتير بيلتزم بمسائل التربية الإجابية يعني احنا مهمة جدا طبعا قبل ما نرفع الضغط عن الطلبة بنرفع الضغط عن اهليها يعني دايما الاهالي هما اللي بيصدروا القلق للأولاد فاي حد بيسمعنا بقوله كده مبدئيا ابعد عن جروب الممز وابعد عن الصراخ وعن العويل لان كل ده بيقديش معك نتيجة ده بيصدر توطر لأولادك طاقة سلبية اه طبعا طاقة سلبية فحنحاول بقدر الامكان نبقى الوجه فيه بشاشة فيه تعامل مع الاولاد بالراحة بنوع من المواد ده ونوع من اللطف ده ما يمنعش الحزم يبقى فيه حزم من غير زعيق من غير شخط من غير نطر وكل واحد لازم يعرف ان كله ميسر لمخولقة لها احنا بنكتهد مع اولادنا وبنعمل اللي علينا وبعد كده الباقي بتاع ربنه بمعنى ان حتى مش اي حد بيخش كلية قمة بينجح في الحياة يعني كلية القمة الحقيقية هي الكلية اللي انا بتفوق فيها اعتقد ان المصطلح ده يعني حتى المفروض ما بقيناش نستخدم بالزبط ولا السيام ان حتى كليات القمة كل وقت وليه ادان يعني كان زمان من 100 سنة كلية الحقيق كان كلية قمة كان لحد وقته قريب كان الطب والهندسة دلوقتي بقى كلية الصروة السماكية وازدكاء الاصطناعي الدنيا اختلف اه طبعا الحاجات اللي هي التكنولوجي كل دي حاجات بقى كليات قمة فبناء انا عليه ما اضغطش على الولد عشان يطلع دكتور او يطلع مهندس يعني انا اسف على المقاطع بس ازاي يعني هنا نخلي المفهوم السائد لدى الاسرة تحديدا ان فكرة انت من تصنع القمة بمكانك ورغبتك الحقيقية ونجاحك في الحاجة اللي انت بتعملها هو ده القمة الحقيقية صحيح انا اعرف وزراء كانوا داخلين بقدرواس خدمة اجتماعية بقى وزراء بقى محافظين زي الدكتورة عدمنا بعمارة على سبيل المثال يعني كان داخل السنوية العامة بكام انه ما اشتغل على نفسه وعمل مجلسير وعمل دكتوراه ما هو المقضاء دكتور رينيوش نتيجة السنوية العامة هي المسألة انك بتربي شخصية كاملة شخصية قدرات مش بس تعليم بالزبط يعني حتى بالمناسبة يعني لقينا ان عملية الاسترجاع بتاعت المعلومة العقل البشر بيعمل عمليات عقلية لما يجي يعمل استرجاع للمعلومة ما بتبقاش ايم على الحفظ والتلقين بس انما على الشخصية وعلى قدرتها على اتخاذ القرار وعلى قدرتها على التعامل مع الضغوط عشان ما يدخلش مرتبك فمهمة جدا اولياء الامور ما يصدروش التوتر ويصدرو القلق لأولادهم طب ازاي يحصلون تأهيل نفسي قبل فترة المتحانات دي عشان ما يصدرش القلق لأولادهم هقول لحضرتك مسأل حية هون مبارح كان فيه اختبار تانية سنوي فيه سيستم وقع في بعض المدارس الوزير طلع قرار ان اي طالب السيستم عنده وقع هياخد الدرجة النهائية يعني غاية المنتهى فيه بعد كده اللي عامين صراخ وعويل على الجروبات وعلى صفحات السوشيال ميديا اللي اخدوا الدرجة النهائية طب انتو عاوزين ايه تاني فبناء عليه تعاملوا مع المتغيرات عشان يبقى الولد عنده ثبات فعالي ويقدر يبقى عنده شخصية ده مهم ومهم الخلافات والصراعات بين الرجل وامراته وبين الرجل وطلقته يعني بشوف رجالة ما بيحلاش لها تنكيل بطلقاتها الا في وقت الاختبارات ويمنع النفقة ويدخلها المحاكم في وقت صعب جدا الاولاد هما اللي بيدفاعوا التمن فمهم قوي نوفر مناخ هادي للاولاد والاهم لما نيجي نقول للاولاد ذكروا ما نقارنش منهم من اقرنهم يعني ما نقولوش اختك انا بتوعى تذكر بالعشر ساعات او ابن عمك اشطر منك بص جاب كام بمناسبة التعامل مع المتغيرات يا دكتور ازاي نأهل الاهالي نفسهم للمتغيرات اللي موجودة لان فيه فرق اجيال بطبيعة الحال فيه فرق اجيال فازاي نأهل الاهالي نفسهم للمتغيرات اللي موجودة سواء كانت المدارس التكنولوجية سواء كانت تغيير المناهج الدراسية اللي حصل في الوقت الحال عشان ما تكونش دي ورق الضغط دايما على ابنائهم يعني استقوا في اولادكم كنا الزمان بنقول ان اكبر منك بيوم يعرف عنك بسنة دلوقتي لا اصغر منك بيوم يعرف عنك بعشر سنين لانه قاعد متطور اولاد صغيرين بيمسيك الموبايل بيطلع منه ابشنات احنا ما نعرفهاش صحيح وينزل عليها ابليكيشن ونظم تعليم متطورة وحديثة مختلفة ونظم احنا تعليمهم وبقى فيه تابلت وبقى فيه قياس للابداع والابتكار مش لعمليات اللي هي التقليدية تعلم وليس تعليم بالضبط بقى اديوكيشن يعني بقى اديوكيشن صح فده موجود لازم الاهالي تعرف الكلام ده ولازم هي كمان تطور من نفسها ازاي مش طرق المذاكرة التقليدية تعالى سمعلك تعالى سمعلك تعالى سمعلك وانت مش حافظ اطلاقا يعني نوع لابنك المصادر بتاعت التعلم عندك قنوات في التليفزيون مدرستنا واحد واثنين عندك منصات تعليمية عندك مكتبات الكترونية عندك مكتبة المعرفة دي استراتيجية التعليم الجديدة الفهم ولا يصال حبز بالضبط كده هو لان احنا حتى لو لقينا العقل البشر بيعمل 124 عملية عقلية احقرهم وادناهم الحفز والتلقين والاسترجاع بيتشابه فيها الانسان مع الحيوان تخيل يعني انا كنت زمان وانا في البلد عندنا لما كنت روح العزبة والركوب اللي نراكبها السيبة ترجع لوحدنا حفظ الطريق وحفظوا على الاسترجاع بالضبط انما كل ما الانسان تقنم في ملكاته العقلية كل ما كان اكتر ارتقاءا بقى عنده ابتكار بقى عنده ابداع بقى عنده ربط بالعلاقات والمتعلقات وبالمناسبة جميع الوظائف الجديدة دلوقتي اللي فيها فلوس كتير بتعتمد على الملكات دي فانا لو انا عاوز ابني يمسك فلوس بدري يجيب شقة ويركب عربية ويروح يفتح احسن بيت اهله ووفره المناخ ده ما عدش اقاوم كما احنا لو نتكلم في ادوار الام والاب ويه اللي هيمتحن نعم كل واحد دوره ايه فترة اللي متحنات الام تهدى على نفسها متقعدش تشتكي متتكلمش في التليفون حتى بحسه عالي قدام ابنها متكتبش على الجربات متعملش مناخ متوتر جوا البيت الام ما يعملش مشاكل مع الام مش مع الاولاد ومطلوب منه في الفترة دي تحديدا يزود مصروف الاولاد شوية الاكل اللي هو يبقى متنوع يعني لونا متأول اجيب طلبة دلوقتي كلما يحبوك يا دكتور فكرة زيادة المصروف دي شوية ايوة شوية شوية فاكرة يعني كان اهلنا زمان يدخلوا بالبطيخة كده دلوقتي بيش بقى بطيخ انه منوع في الفاكرة في الاولاد في العصاير دي كلها حاجات مهمة جدا لان بالمناسبة التغذية اثناء الاختابرات مهمة صحيح يعني انا بشوف للأسف اولياء الامور يجي اثناء الاختابرات يعمل اكل تي كوي واكل كده في السريع عشان ما عندوش وقت ان يعمل اكل لا ده اهم وقت تعمل فيه اكل دلوقتي تبقى حريص ان ابنك بالنهار يشرب والاكل اللي هو بيحبه لانه يمكن فيه طلبة كتير من التوتر ما بتقدرش تاكل ايام المذاكرة وايام الامتحانات بالزبط فلازم ان نوع مصادر التغذية يعني احنا لقينا ان فيه انواع اكل بتنشط عملية الاسترجاع زي صفار البيض على سبيل المثال حتى اللي بيسمعونا بالنهار وابنك رايح الامتحان صفار بيض كباية لبن بعد الظهر السمك او التونة وجبنا البيضة دي كلها حاجات بتنشط عملية الاسترجاع بمناسبة تنشيط عملية الاسترجاع التمارين سواء كانت التمارين الذهنية او التمارين الجسدية لتنشيط عملية الزاكرة تحديدة لدى الممتحدة اهم حاجة في التوقيت ده ان الاولاد وهما بيذكروا يعتمدوا على الخمس حواس بمعنى ايه ان انا المفروض لما اجا زاكر في مواد بتتشاف يعني ايه بتتشاف انا بدرس جوارافيا مثلا يبقى انا احط الخريطة قدام مني وابتدى احط على تنوع المحاصيل الزراعية الكسافة السكانية الموارد المائية كل ده بقى انا شايفه فدي مواد تتشاف كيه مواد بتتسمع زي اللغات كيه مواد بتتمسك زي الفيزياء ان انا احط حاجات بأدية وامسك الهيكل العظمي وروح المختبر الى اخر الكلام ده كله فبالتالي لازم انا انوع اكتر من حاسة من الحواس بحيث لما اروح في الاختبار او في الانتحان لو في حاسة واقعت مني تجيبلي الاسترجاع التانية تشلني فدي كلها مهم اوي ان انا انوع في عملية استخدام الحواس تنشيط للزهن اه طبعا تنشيط للزهن جايد التهوية والاضاءة ويقعد زاوية قايمة والاضاءة تجيله من على الشمال دلوقتي الاولاد فما نقرص عليها قوي يعني خليه ذاكر على مكتبه في الوضع التقليدي بس افرد هو عاوز يراجع وهو نام على الصيير كده من البجع شوية سيبه عاوز يشغل موبايل جنب منه كده حاجة بسيطة يسمع حاجة سيبه مفيش مشاكل خالص يعني طالما قاعد بيه قدي حزبه على المنتج وعلى المحصول المعرفي مش على الطريقة اللي بيعمل بيها مدخلات المذاكرة يعني ما تمشيش انت بالفكر التقليدي بتاعك ده كلها بتخلي التنشيط الزهني عنده وفق ما هو يترقى ليه وفق قدراته الذاتية وفق انطباعه مع المادة العلمية ومهم برضو جدا ابني وهو بيذاكر احاول بقى بقدر الامكانة خليه ذاكر في التوقيت بتاع المذاكرة وبتاع الاختبار بمعنى كلنا بنذاكر بالليل عادي بنقعد نذاكر لحد الصبح طب نيجي اثناء الاختبارات بنقعد نحل بالنهار من تسعة الصبح لأ الساعة البيولوجية عنده هنا بتختل فبتعمل اختلال في المدركات العقلية مهم قوي ابني لما ييجي ذاكر اليومون دول خليه ذاكر من سبعة الصبح يعني في توقيت الاختبارات عشان يبقى العقل نشيد في الفترة دي ايوه عنده ارتباط شرطي بين التوقيت وبين درجة الإضاءة ودرجة الحرارة وبين استرجاع المعلومة اثناء الاختبارات يقوم كسلان يقوم عنده اجهاد ويقوم مش قادر يسترجع المعلومة طبعا عملية صعبة قوي فالتوقيت ده بينشط بنحية الزهنية ده مهم قوي ومهم برضو في فترة الاختبارات من الابن ما يذاكرشه بس يعني لو انا ابني متعود لذاكر ساعتين انا اخليه ذاكر ساعة لربع طب والصعب الربع التانية يحيل لأسئلة الاختبار لا ولازم يا دكتور كمان يكون فيه نوع من انواع الترفيق خلال اليوم العادي ماقفلش عليه تماما عشان عنده امتحاني بقى هو قال على الكتاب ده ما يقومش ده بقى تنظيم اليوم بتاعي يعني انا بشوف الناس بتشيل الكمبيوتر بتمسك فيش التليفزيون تحط عليهش كارتون يلغي اي حاجة موجودة مع الاولاد يسحب الموبايلات لا لا وازن في اليوم بتاعك وخلي فيه تنظيم في النوم زي ما حضرتك بتقولي في ممارسة النشاط ده مطلوب ومارسة العبادات برضو مطلوب ينام ساعات معينة وعتقدت ليبانا على طول عن نتيجة يعني التوتر اللي مثلا بيبقى حاصل ومسألة ان الامة ما بتسمحش باي نوع من انواع الترفيق خلال اليوم لانه بكرة فيه امتحان ده بيتنقل الطفل بشكل كبير طبعا يا فندم غلط وحملة على الجهاز العصبي بتاعه حملة فعلا ما بيخلوش عارف يسرق المعلومة ويبقى عارف المعلومة وما يقدرش يكتبها وتبقى قدام منه السؤال ومش شايفي يقولك ماما انا ما شفتش الجزئية دي وبيقولوا كده البعض على فكرة بعد ان امتحان يعني انا كنت عارف الاجابة ومحلتهاش فطفل تاني يمكن معاش نفس الظروف بيستغرب هو ليه كان عارف الاجابة ومحلهاش السبب من البيت بالزبط سيب له تنفيس فعالي أثناء الاختبارات ده مطلوبة حتى شوف انا انا بتكلم بقول اختبار بالمناسبة هو اللبز العلم اختبار مش امتحان ان امتحان جاي من محنة ان ما احنا اتعودنا في مصر يقول امتحان 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 بقى امتحان هو اختبار يعني هو قياس للتحصيل مش حاجة يعني فيها صعوبة بالمكان لقياس القدرات مش حاجة وموت اطلاقا يعني فمهم جدا ومهم برضو قوي بقى اراعي الولد يراعي الوزن النزوي للمواد يعني ايه الوزن النزوي للمواد انا كنت بحب الشعر والادب وانا صغير جدا كنت لما اجا امسك كده بتين شعر ابراهيم ناجي ولا حاجة مش عاوز اقولك بقى انسى نفسي قعد بالتلات اربعة ساعات اسرح فيه طب بقى بالزمة ده كلام لا يبقى انا اراعي الوزن النزوي اعلمي عنده كمان الموهبة يعني دي حاجة كويسة ليه لا ودوط يوصد ان احنا نقسم الوقت بين المذكرة انا فاهم لا بس انا بكلم انا مليه يبقى عينيه ورايه حفل وممكن من امهاله في الاجازة وحفزه بس انا بتكلم ليه ما يكونش مسلا على سبيل المثال هو شاطر في الادب نعم بدل ما انا اقول له لا لازم تدخل كلية الطب لازم تدخل كده طبا ممكن يدخل درع له ويبقى فيها يعني عندنا نبغة موجود طبعا طبعا وده بعد مهم على فكرة من قبل بقى الاختبارات لو نتكلم من بدري شوية من اكبر الاخطاء التربوية والتعليمية التعليم بالوكالة يعني ايه بالوكالة انا رجل دكتور ومشهور وعندي عيادة ومستشفى كبيرة عاوز ابني يورس ده فمصر يخش كله الطب بغض النظر عن قدراته انه ممكن يطلع النبغة في مكان تاني انا فتح مكتب محاما كبير وعاوز ابني يورس العلاقات اللي انا عاملها والشغل والقضايا فده تعليم بالوكالة ابني مش امتداد لي ابني مشروع مستقل كيان مستقل لازم احترم قدراته وانميها زي ما حضرتك ودي نقطة مهمة جدا طبعا وعن ادربه بقى على الاختبارات حتى مثلا اخيرة معلش لان خدي بال حضرتك فيه بعد في المنظومة التعليمية اثناء الاختبارات محدش بيشاور عليه وهم المرأبين اللي بيرأبوا في الاختبارات عدد كبير جدا مش كلهم تربويين فوارد جدا عناصر فردية يقع منها بعد المواقف يزعق يلتبس عليه الامر ان الولد بيغش يتنمر على حد زي ما شوفت انا لازم في الفترة دي اللي انا اهله اللي اولا اهل ابني ان يكبر دماغه ازاي يعمل نفسه مش سامع ازاي يركز ورقته ازاي واهم من ده اهم نقطة يمكن حضرتك قلتها يعني انا في وجهة نظري اللي انا لازم اتعامل مع ابني انه شخصية مستقلة ما ينفعش اللي انا يعني اجور على حقه في اختياره لما يريد في المستقبل هو جلدك نفسه تعمل معك اللي انا لازم اشتركوا في القناة